بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثاني من أنواع الـ Pressure Control Valve اسمه Compound Relief Valve أو Pilot Relief Valve كوظيفة هو بيقوم بنفس الوظيفة اللي بيقوم بها Relief Valve ولكن بيختلف في أنه Two Stage Valve يعني ايه Two Stage Valve يعني بيفتح على مرحلتين مش مرحلة واحدة بمعنى أنه هو بيفتح عند ضغطين مختلفين وده بيتضح من المنطقة اللي هنا في الرسمة أن فيه زي هول كده في البوبيت بتاعته وفيه Pilot Control Valve دي بتفتح الأول في الضغط الأول وبعدين بشكل تدريجي ثم بعد كده بيفتح البوبيت الرئيسية بعد ما يزيد الضغط مرة تانية يبقى هي بتفتح على مرحلتين وده بيعمل Good Regulation of Pressure يعني ايه Good Regulation of Pressure؟ احنا فيه مشكلة رئيسية بتقابلنا لما يفتح ال Relief Valve ال Relief Valve بشكل عام علشان يفتح اتفقنا أنه لازم الضغط في مدخله الضغط بيعلى لأعلى من الضغط موجود في الدائرة بمقدار 10% لـ 20% يعني على سبيل المثال 120 بار يعني لازم يصل الضغط 120 بار عشان الفالف ده يفتح طيب والأودبت بتاعه الأودبت بتاعه بيبقى رايح على التانك يعني ممكن الضغط في الأودبت ده يبقى 0 يبقى في الحالة دي Delta B Around أو Across الفالف ده هتساوي ال Pressure عند الدخول وليكن B1 ناقص ال Pressure عند الخروج B1-B2 كويس؟ لو احنا ضربنا ال Delta B دي في الفلوريت اللي بيمر هتدينا الباور ودي تعتبر Power Loses أو طاقة مفقودة خلال هذا الفالف وإحنا عارفين أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى صورة طبقا لقانون بقاء الطاقة طب الطاقة دي فقدت راحت فين فبتتحول في صورة حرارة بتسخن الزيت وطبعا الزيت لما بيسخن ده بيؤثر على عمل الدائرة بشكل كبير جدا لأن احنا عندنا أجزاء البومبس مثلا وهوزز الخراطيم والفالفس بيبقى فيها أجزاء من الكويتش أو السيلينج اللي هي بتستخدم في العزل أو أجزاء معدنية قبل للتمدد مع الحرارة فكل ده لما الزيت بيخسخن بيتأثر بدرجات الحرارة العالية وبالتالي ممكن يحدث تلف فيه البومب أو يحصل تلف فيه الهوزز أو الفالفس اللي ركبة ولذلك أن الرليف فالف يفتح دي مشكلة كبيرة لأن البرشير لوسز أو الباور لوسز في هذا الفالف هتكون عالية وهتظهر في صورة حرارة لذلك مش من الصحيح أن يحصل أن الرليف فالف يفتح لأي سبب فاستخدام البايلوت رليف فالف أو الكمباوند رليف فالف بيديني فرصة أن يخلي الفالف يفتح على مرحلتين وبيعمل ريجيوليشن أو تنظيم لخروج الضغط من الرليف فالف علشان نحل المشكلة دي فيه نوع تاني من الفالف يسمى الانلودينج فالف واضح من الاسم بتاعه أنه هو ما بيحتاجش ضغط أو المائع اللي بيمر خلاله ما بيحتاجش الضغط عالي علشان يمر من خلال هذا الفالف علشان نفهم الفرق بينه بين الرليف فالف خلينا نبص الرمز بتاع الرليف فالف ورمز بتاع الانلودينج فالف هنلاحظ الفرق الآتي أن في الرليف فالف الإشارة بتاعته بتيجي من نفس اللاين الخاص به ده معناه أنه لما اللاين اللي خاص بالرليف فالف يرتفع فيه الضغط بيفتح الطريق لنفسه ويمر ولذلك فرق الضغط بين مدخل ومخرج الفالف بيكون عالي جدا أما في حالة الانلودينج فالف هنلاحظ أن الإشارة اللي بتفتحه بتيجي من مكان آخر في الدائرة وليس من نفس اللاين يعني لو في مكان تاني في الدائرة مرتفع فيه الضغط بيرسل إشارة لهذا الفالف بإنه يفتح وبالتالي الفلو اللي جاي وبيحاول يمر من خلال هذا الفالف هيلقى أن الفالف مفتوح وبالتالي مش هيحتاج لارتفاع في الضغط علشان يمر ولذلك الدلتا بي أكروس هذا الفالف بتبقى صغيرة جدا يدوب تعبر عن اللوسز اللي بيحصل في الاحتكاك داخل الفالف أهم التطبيقات أو الأشهر تطبيقات اللي بيظهر فيها هذا النوع دائرة تسمى الهاي لو بامب سيركيت الهاي لو بامب سيركيت ودي بيبقى فيها تو بامبس والدائرة دي بتادي تو فيلوستيز أو تو سبيدز للسلندر بتاعتها فالتو بامبس بيشتغلوا في الأول وفي واحدة منهم بتفصل والتانية بتشتغل بعد كده فالانلودينج ده بيبقى موجود في هذه الدائرة عشان يفصل البامب الكبيرة لما يكون السرعة البطيئة هي المطلوبة وبتشتغل السنجل بامب أو البامب الصغيرة فقط النوع الرابع فيه البرشر كنترول فالف اسمه بريشر ريدكشن فالف واضح من الاسم انه وظيفته انه هو يقلل الضغط في مكان ما علشان نفهم الوظيفة دي خلينا نبص لرمز هذا الفالف ونقارن بينه بين الرليف فالف مثلا الرمز اللي قدامنا ده بيوضح ان هذا الفالف دائما مفتوح يعني الوضع النورمل بتاعه انه مفتوح لو رجعنا لرمز الرليف فالف كان الوضع النورمل بتاعه انه مقفول كان بالشكل ده لكن الريدكشن فالف بنلاحظ ان الفالف دائما مفتوح وفي حالة تشغيله بيغلق الفرق التاني ان الاشارة اللي جاية من الرليف في الرليف فالف بتيجي من الابستريم فلو يعني من اللاين اللي جاي منه الفلو اما في حالة الريدكشن فالف بتيجي من اللاين اللي رايح فيه الفلو يعني الفلو رايح في هذا الاتجاه فالاشارة بتيجي من المكان اللي انا عايز اعمل فيه ريدكشن على سبيل المثال لو المنطقة دي حصل فيها ارتفاع في الضغط عن الحد المطلوب فبتقفل هذا الفالف وتمنع الزيت انه هو يمر ويروح للمنطقة دي وبالتالي هذا الفالف يستخدم في عمل ريدكشن للضغط لانه بيمنع ان الفلو يستمر او يروح لنفس المنطقة اللي ارتفع فيها الضغط ندخل على النوع التالت من انواع الكنترول فالف وهو الفلو كنترول فالف وطبعا ده واضح من الاسم انه هو بيتحكم فيه كمية الفلو او الماس فلوريت اللي بتمر خلال الفالف او بتمر خلال الدايرة اشهر نوع في هذا اشهر تطبيق للفلو كنترول فالف النوع اللي هو اسمه نيد الفالف وهو بيبقى شبه الحنفية زي ما احنا شايفين وبيتم التحكم فيه ان هو يتم غلقه او فتحه حسب الفلوريت المطلوب واحيانا بيكون التحكم في هذا الفالف بشكل كهربي ويسمى في هذه الحالة سولينويد فالف رمزه في الدايرة بيبقى بهذا الشكل كأنه فيه سهم هنا يوضح ان فيه كنترول عليه هنكتفي بهذا النوع في الفلو كنترول فالف وان شاء الله في المحاضرة القادمة هنبدأ نتكلم على انواع السيلندرز والديزاين بتاعها والحسابات الخاصة بالضغط الخاصة بالسيلندرز وان شاء الله ناخد امثلة كمان لدوائر مكتملة بجميع اركانها ترجمة نانسي قنقر